فيه ضيقات بتقابلنا في حياتنا وفيه ضيقات أنا حزاب لها بإرادتي زي مثلا إيه الصوم ممكن يدايق ناس كتير يعني الصوم الكتير كزا تلت تربع سنة سنة سمات ففيه ناس كتير بيتدايق من الصيامات الكتيرة تقول لك أنا أفضل طول الصيامات ناس مش عايزة تجاهد مش عايزة تروح لجبل مر عايزة تدلع الجسد ده اللي بيهبط بها للهوية اللي بيقوتها للرزيلة والخطيئة والشهوات العالمية اللي بيقوتها لترك عبادة الله الحي ده الصوم هو مع الصلاة مكرون بالصلاة بيخرجوا إبليس من حياتنا مسئولة المجد قال هذا الجنس اللي يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم واحد عايز ينتصر على الخطيئة وعلى الشيطان وعلى إغراءات العالم وشهواته الرضية ويعيش مع المسئولة المجد يديه كل اللي عايزه وهو مش عايز يتعب شوية يتعب أذهبوا إلى جبل مر لازم أواصلوا على كل الصيامات ما احتذرش النفسي أبدا عن أي صوم كذا بتنادي بيه يا جماعة الصوم اللي جادي ده صوم العجرة الشهر الثمانية مثلا الصوم اللي جادي ده صوم الميلاد الصوم اللي جادي ده صوم كذا بتنبه على الناس عشان تيقزهم وتخليهم متيقزين ومش متغافلين مع أن النتائج مكتوب فيها كل المواعي دي ومع ذلك الكنسة بتقوم بدورها الروحي بتنبه ولاتها فيه ناس تعتذر فيه ناس تقول يا ابونا ديني حل أفتر أصوم من نص فيه ناس تقول أفتر إزباني الأونية طب ليه؟ ليه نفتر يوم واحد؟ ده القديس الأنبى بخمس يحذرنا يقول كون قويا جبارا في جميع تدابيرك ولا تفسد يوما واحدا في حياتك تخليش يوم واحد من حياتك يعدي وانت مكسر في وسيط ربنا جهات حتى الدم يقول الكتاب لم تقوم بعد حتى الدم لم تقوم بعد حتى الدم جبل المر مجاهدين ضد الخطيئة فيه ديقات كتيرة بنقابلها فيه جبل المر بنروح له فيه احتمالات كتير رازم نحتملها حبائي من أجل المجد العتيد أن يستعلم فينا من أجل الراحة الحقيقة اللي بني الحس بيها والسلام والطمانينة دنيا وآخر المجد الأبدي بقى يا حبائي ما لم تره أين إلى آخر القصة والآية اللي تعرفينها كلكم حضراتكو يعني